بعد أن مثل العراق في مهرجانات المختلفة وحصد مراكز مهمة ورفع اسم مدينته السمراء وبلده بين الدول المشاركة لم يجني من موهبته في فن المسرح لأن يقوم في يوم ما بعرض ما توج به في محافلة عديدة للبيع علّه يجد ما يسد رمق عيشه ويجسد واقع ما يمر به الفنان العراقي اليوم وحين انطلق الثورة تشرين وبدأ الشباب يطالب بإصلاح بلد لم ينعم بالخدمات أبدا لم يجد الفنان الشاب مصطفى الهلالي إلا يبلور فكرة الشهداء وصور الشباب واعتصامهم في ساحات الاعتصام في عرض مسرحي وسط ساحة الاعتصام في الديوانية وهو ما يعرف بمسرح الشارع حيث يمثل لونا صعبا من فنون المسرح الجاد اليوم كمامات فلتر هو اللي هذا العمل اللي وضعته بعنوان هذا الاسم يعني كمامات فلتر والكل اشترك صورت نفسي أنا والمظاهرين الموجودين كان مهمة في التحرير وحتى في الديوانية الكل بس كمامات مثل ما شاهدتوا لاحظتوا عشنا في هذا الجو وإي كان عمل بسيط وقصير لكن وضحت فكرة على أنه ما عانى الشاب نتيجة الهجمات التي كان يعني يشاهدها والرمي العشوائي والرصاص الحي والقنابل الدخانية هذه التجربة أنا اشترت عليها بالديوانية على مدى سنوات قديمة يعني وأسست لهذا المشروع واشتغلت به على يعني ما عندي كادر معاي أنا اشتغل مونو دراما ونقلت هذه التجربة على مستوى ديوانية بغداد لبنان أيضا قدمت هذا العرض فمسرح الشارع تقدر تجربة مهمة قدرت أنه أخرج من مسرح العلبة وجمهور النخبة إلى عامة الناس أمنية الهلالي تبقى لا تختلف عن أمان الشباب بلد يراعي أبنائه ويحفظ لهم العيش الكريمة عرض اختصر ما مر به الشباب في مختلف المحافظات منذ طلقة الثورة وحتى لحظة إعداد هذا التقريض وبرغم وجود ما لم نكن نتمنى إلا أن الأمل يبقى موجود من الديوانية محمد حسن قناة التقريض